نفى المركز الآلمي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تفيد اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية وتوصل المركز مع وزارة الأوقاف التي نفى تلك الأنباء نفيا قاطعا مؤكدة أنه لصحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد آل البيت وشددت الوزارة على أن كافة المساجد الخاصة بآل البيت هي قائمة دون المساس أو الإدرار بأي منها لها من قيمة دينية وتاريخية تجعلها تحظى بمكانة عظيمة مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو يتماشى مع طبيعها التاريخي والروحاني وبالتوازي مع التطوير للخدمات والمرافق ترجمة نانسي قنقر